ايه الس... يقوله يا عاما لازم الحاجة دي تتعرض عشان الناس تبقى فاهمة علشان العبس بالأدمغة ليس ايه يا ترى ايه اللي حصل في مصر قادي اللي حصل في مصر يا مولان عشان لما انا جيت لك قلت لك من كم يوم كده ولا كان اسبوع اللي فات قلت لك اكتر ناس اكتر ناس حاسة انه فيه تغيير ايجابي ناس الغلابة بتقول عشواءات تحديدا عشان هم دول اللمس وشافوا وعرفوا انه فيه تغيير وانه فيه دولة مش بس شايفاهم مصر ممكن نبقى شايفينهم وامطنشين لا احنا شايفين وبنشتغل شوف يا سيدي في السريعة ابرز مشروعات تطوير المناطق غير المخططة اللي تم التعامل معها في 31 منطقة غير مخططة محافظة القاهرة تم تطويرهم التكلفة تعدت 350 مليون عارف كم واستفيد مليون و300 طيب 14 منطقة في محافظة الجيزة التكلفة 148 مليون كم مستفيد 333 ألف وربعمية الله والغربية الله ده كل دي كده أمثلة اسكندرية خمس مناطق تم التعامل معاها أكتر من نص مليون مستفيد انت عارف المساحة كانت قدية في اسكندرية 1440 فدان ادرب انت بقى في 4200 متر تعرف المساحة المربعة بالمتر المربع كان كام وإيه حياة غير أدمية كانت طيب شوف مثلا في المنوفية 3 مناطق الأفدنة كانت 1287 كم واحد استفاد تقريبا حوالي 297 ألف وخمسمة طيب فيه كم تكلفة 300 مليون جنيه تكلفة